اشتركوا في القناة حرة ثم هنبدأ ان شاء الله النهاردة في ضريبة جديدة اسمها ضريبة الضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة عايز بس تركزوا معي في الحلقات السابقة ونشوف مع بعض او تحاولوا الفترة اللي جاية دي ان شاء الله فترة قليلة مش كتيرة نحاول نزاكب نشد حينها شوية ونشوف الحلقات اللي قبل كده وإحنا شرحنا ثلاث موضوعات في الضريب وقلنا ان شاء الله الضريب فيها حوالي ست موضوعات اتكلمنا عن ثلاث موضوعات قبل كده وإن شاء الله النهاردة هنبدأ بموضوع جديد وهو الضريبة العقارية والضريبة العقارية دي رابع نوع من انواع الضريب اللي احنا شرحنا قبل كده ثلاثة زي ما قلت والنوع الرابع اللي هو الضريبة العقارية اللي احنا هنتكلم فيه عن الشؤة المفروشة او الإيجار الجديد بمعنى ايه بمعنى ان انا دلوقتي عندي عمارة والعمارة دي بسكنها طبعا في سكن اما إيجار جديد طبعا عروف الإيجار الجديد اللي هو مدته بتبقى عدد معين من السنوات والنوع التاني الإيجار المفروش طيب قبل ما نبدأ ان شاء الله في موضوعنا عايزين نعرف الاول يعني ايه كلمة ضريبة القيم او ضريبة العقارية نبص مع بعض كده على الضريبة العقارية الضريبة على إرادات السروة العقارية مفهوم ضريبة السروة العقارية قلنا هي الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين على إرادات الوحدات المفروشة وإرادات الوحدات المؤجرة وفقاً لأحكام القانون المدني والذي يطلق عليه الإيجار الجديد يعني إحنا دلوقتي بنتكلم في الضريبة اللي أنا هفرضها على صاحب عمارة أو سكن يؤجر السكن ده إما إيجار جديد أو مفروش طيب مع ملاحظة أن الإرادة الخاضعة للضريبة بيساوي القيمة الإيجارية في عدد الطوابق في عدد الشهور في 50 عالمية يعني إحنا دلوقتي هنحسب صاحب العمارة لما يكون عنده سكن والسكن ده بيأجره إما إيجار جديد أو إيجار مفروش أحسب الإرادة الخاضعة للضريبة إزاي؟ بضرب القيمة الإيجارية بيدفع كم في الشهر على السكن اللي هو واخده سواء إيجار جديد أو مفروش في عدد الطوابق كم طوابق ما أجره؟ فعدد الشهور اللي هو بيتأجر فيها المكان ده في 50% يعني الإرادة الخاضعة زي ما قلت القانون ده هنحتاجه تاني في التامنين وتركزه معاه فيه الطوابق الذي يسكنه الممول وأسراته يعفى من الضريبة طوابق واحد يعني إيه الكلام ده بقى؟ يعني إحنا دلوقتي لو عندنا عمارة تسع طوابق يعفى طوابق منها للممول ولو أسراته يعني صح؟ يعني أنا عايزة أقول برضو حاجة مهمة جدا نتركزه معاه فيها أي أن كان عدد الطوابق اللي جابها لك في التامنين أنت بتعفي منها طوابق واحد للممول وأسراته وطبعا بعد كده هنتكلم طوابق واحد ولا اثنين ولا تلاتة هو طوابق واحد فقط الذي يعفى تلاتة مدة الإيجار الفعلي بيكون بالشهور هي بيجينا في التامنين بالشهور وإحنا بندرابها في 12 شهر عشان نجيبها سنوية إذا لم تحدد بداية الإيجار تعتبر من بداية العام لو أنا ما قلت لكش الراجل ده أنتوا عارفين دايماً الإيجار المفروش بيكون إيه؟ بيكون مدة محددة أو مش بالسنة يعني ممكن أأجر مفروش لمدة 5 شهور أو 6 شهور عادة ما بتبدأش من أول السنة ممكن تبدأ من آخر السنة أو تبدأ أقصد من نص السنة من شهر 9 شهر عشرة يعني المدة بتكون محددة طيب يبقى إحنا دلوقتي إذا لم تحدد بداية الإيجار تعتبر من بداية العام 12 شهر يخضع سكن الممول سكن أخه الممول أو والدته أو زوجته الثانية إلى الإرادة الخاضعة للضريبة إذا كان يسكن طابق آخر غير طابق الممول دلوقتي أنا عايزكم بس تفهموا الكلام اللي أنا قلته اللي هو ضريبة إيرادات السر والعقارية قلنا تركزه شوية إما إيجار جديد أو مفروش يعني أنا دلوقتي عايز أحسب صاحب عمارة يسكن لديه إما أشخاص لديهم إيجار جديد أو مفروش هحسبها إزاي هحسب القيمة الإيجارية قلت يعني هو بيدفع كم في الشهر في عدد الطابق كم طابق ما أجره ثم بعد كده في 12 شهر أو عدد الشهور في 50 عالمية 12 شهر مش سابتة ممكن تبقى أقل من كده حسب المدة أو بداية مدة سكن الممول طيب وقلنا تاني أنت لازم تركز وانت بتحل التمرين أنه بيتحسب خلال 12 شهر وأهم حاجة في الموضوع لازم يعفى من عدد الطابق طابق واحد لميل للممول وأسرته يعني أكتر من طابق ما ينفعش طيب لو في التمرين جالي أخوي أسكن طابق زوجته أخرى أو ليه سكن تاني إحنا ملناش علاقة بالموضوع ده إحنا لنا هو سكن واحد فقط لغير عشان خاطر نحسب على بقية السكن أو بقية الطابق الإراد الخاضع للضريبة تعالوا مع بعض نشوف دلوقتي التمرين الأولاني بيكلم عن إيه في إرادات السروة العقارية أولا تمرين الأول بيقول لي إيه التمرين الأول تنتلك أو تملك رضوة أحمد عمارة مكونة من ثمن طوابق ركزوا في عدد الطوابق ثمن طوابق تسكن وأسرتها طوابق منها هي وأسرتها بتسكن طوابق منها تمام وتؤجر تلت طوابق إيجار جديد هي بتأجر كم طوابق إيجار جديد طيب إحنا عايزين نعرف الإيجار الجديد ده بتأجروا قد إيه ثلاث طوابق بقيمة إيجارية ألف وخمسمية قيمة إيجارية ألف وخمسمية طيب بعد كده شهريا للطوابق من بداية العام حتى نهايته والباقي مؤجر مفروش بمبلغ ألفين جنيه شهريا اعتبارا من واحد واحد بصوا كده ركزوا معايا إن العمارة مكونة من ثمان طوابق ويسكن الممولة أو تسكن الممولة وأسرتها طوابق منها بتأجر تلت طوابق إيجار جديد بقيمة إيجارية ألف وخمسمية جنيه وبتأجر الباقي مفروش بألفين جنيه شهريا اعتبارا من واحد واحد المطلوب تحديد إرادة السر والعقارية الخاضعة للضريبة على داخل الأشخاص الاعتباريين أو الأشخاص الطبيعيين الحل نبدأ أول حاجة بنحدد بنقوله إيه الأول بقى ثمان طوابق دول بتاع العمارة يستبعد منها واحد طوابق سكن شخصي فقط مهما كان تصرف الممول يعني إيه يعني أنت عندك ثمان طوابق ليك حق تخصم منهم طوابق فقط من الثمان طوابق احنا قلنا دلوقتي تمانية خدنا منهم واحد هتبقى سبعة طيب نقسمهم على نوعين إما إيجار جديد أو إيجار مفروش وممكن في الامتحان أو في التمرين يجيب لك إيجار جديد فقط أو مفروش فقط دلوقتي نركز مع بعض هم ثمان طوابق يستبعد منهم طوابق للممول هيتبقى سبعة عدد الطوابق المؤجرة إيجار جديد موجودة معي ثلاث طوابق طيب عدد الطوابق المؤجرة مفروش الباقي هم كلهم سبعة لأنهم كانوا تمانية العمارة مقونا من ثمان طوابق والثمان طوابق دول قلنا في منهم زي ما قلت من شوية طوابق يسبعد للممول هيتبقى سبعة شين من السبعة ثلاث طوابق إيجار جديد هيبقى الطوابق عندنا ثلاثة إيجار جديد واربعة مفروش طيب هو التمرين كله بيعتمد على القانون اللي هو مكتوب عندنا دلوقتي اللي هو إيباع الإرادة الخاضة بيساوي القيمة الإيجارية في عدد الطوابق في الشهور في خمسين عالمية ثاني الإرادة الخاضة بيساوي القيمة الإيجارية في عدد الطوابق في الشهور في خمسين عالمية طيب نحسب الأول الإيجار الجديد والإيجار الجديد بيدفع كام؟ شايفين كده معي ألف وخمسمائة في كم طوابق؟ ثلاث طوابق في كم شهر؟ في اتناشر شهر عشان هو يبادئ من بداية السنة في خمسين عالمية دي سابتة هتطلع سبعة وعشرين ألف إرادة الطوابق المفروش عبارة عن بيدفع ألفين؟ أهي الألفين ههي شهريا في أربع طوابق عدد الطوابق الإيجار المفروش أربعة في اتناشر شهر في خمسين عالمية هيطلع تمانية واربعين ألف جنيه إذن إرادة السر والعقارية الخاضعة للضريبة بنجمع الإيجار الجديد والمفروش الرقمين مع بعض سبعة وعشرين ألف وتمانية واربعين ألف خمسة وسبعين ألف جنيه وده الإرادة اللي حققه الممول من تسكين العمارة سواء إيجار جديد أو مفروش إحنا كده خلصنا التمرين الأول اللي هو الخاص بإذا كان عندي إيجار جديد أو إيجار مفروش طيب فيه تمرين ده مبسط فيه تمرين تاني هنشرحه دلوقتي فيه فكرة تانية يعني أنا عندي ممكن يبقى التمرين فيه أفكار لازم تركز قوي كل فكرة تتطلب منك تحلها إزاي ولازم تركز في كلمة الإرادة الخادة بيسوي عدد التوابط في القيمة الإيجارية في عدد الشهور في خمسين علامات طيب أنا دلوقتي حلت تمرين مبسط بطريقة مباشرة طبقنا عن القانون وطبقنا بالأرقام اللي موجود معنا سواء إذا كان إيجار جديد ومفروش أرجع تاني وقال لكم لازم تركزوا في ضريبة إيرادات السروة العقارية عندنا نعين إما إيجار جديد أو مفروش فيه طبعا إيجار قديم معهم مش مقرر علينا أو إحنا مش هناخد في شرحه إحنا اللي يهمنا الإيجار الجديد والمفروش تمرين الأول كده خلصناه تعالوا مع بعض نشوف التمرين الثاني إيه الفكرة اللي فيه ونحلها مع بعض طيب تمرين بيقول لي إيه تمرين الثاني بيقول لي محمد عادل يمتلك عمارة سكنية مكونة من عشر طوابق العمارة كم طوابق كده ركزوا اكتبوا ورايا كده بالقلم والورقة عشر طوابق يسكن الممول طابق منها وأخوه طابق آخر ويؤجر أربع طوابق إيجار جديد بمبلغ ألف جنيه شهرية والباقي مؤجر مفروش بمبلغ ألفين جنيه شهريا بدءا من أول يوليو يوليو حتى نهاية العام المطلوب تحديد إرادة السروة العقارية الخاضعة للضريبة على دخل الشخص الطبيعي إحنا نركز دلوقتي مع بعض عندنا إيجار جديد ومفروش الإيجار الجديد أربع طوابق وإحنا بنستنتج الإيجار المفروش كم طوابق مع العلم أن الإيجار الجديد طالما ما ذكرش في التمرين بدأ إمتى يعتبر من أول العام أما الإيجار المفروش في التمرين يا بناتي وأعزائي طالبات الدبلوم التجاري شعبة إدارة بدئين من أول يوليو حتى نهاية العام تعالوا كلا نشوف ملاحظة العمارة كلها عشر طوابق يستبعد منها واحد طوابق سكن شخصي فقط مهما كان تصرف الممول يعني إحنا دلوقتي عندنا عشر طوابق استبعدنا منهم طوابق هيتبقى تسعة قال لي في التمرين عدد الطوابق المؤجرة إيجار جديد أربع طوابق الطوابق المؤجرة إيجار جديد كم طوابق؟ أربع طوابق عدد الطوابق المؤجرة مفروش الباقي تسعة ناقص أربع طوابق هيتبقى خمسة لحظوا السكن الخاص بأخه الممول يحسب من ضمن المفروش اللي هو الباقي هو في التمرين ذكر لي ان عدد طابق المؤجرة ايجار جديد اربعة انا باعتبر ان اخو الممول ده من ضمن المفروش اللي هو باقي الايه باقي عدد الطابق احنا نقول تاني برضو حسبيا هم عشر طابق الممول ليه طابق واحد بس هيتبقى تسعة شين منهم اربع طابق ايجار جديد هيتبقى معنا خمسة حسبنا اخو الممول من ضمن المفروش اللي هو الباقي طب لو العكس يا مستر يعني جاء للمفروش أربعة والإيجار الجديد الباقي هيعتبر ساكن أخو الممول من ضمن الإيجار الجديد بس طبعا في التمرين بتاعنا طالما هو ذكر أن طوابق إيجار الجديد محددة بأربع طوابق يبقى هيبقى الباقي عبارة عن إيجار مفروش يبقى إحنا كده لحظنا أن أخو الممول يهمل أكنكم مش شايفينه في التمرين يعني تحسب حسابك عادي جدا عشرة شلت منها طوابق والطوابق ده بعد كده اتبقى تسعة خدنا أربعة إيجار جديد هيتبقى خمسة نحسب بقى خالص حفظنا القانون الإرادة الخاضعة للضريبة بيساوي القيمة الإيجارية فعدد الطوابق في الشهور في خمسين عالمية طيب ناخد الأول إرادة طوابق إيجار جديد بيدفع قيمة إيجارية ألف جنيه أربع طوابق عدد الطوابق بتاعة الإيجار الجديد في 12 شهر طالما ما حدد ليش المدة اللي بدأ فيها الإيجار الجديد يعتبر 12 شهر بخمسين عالمية سابقى هيطلع الناتج عندي أربعة وعشرين ألف جنيه طيب الجزء الثاني إرادة الطوابق المفروش قلنا ألفين في خمس طوابق في ستة في خمسين عالمية ألفين دي القيمة الإيجارية والخمسة عدد الطوابق ستة شهور ليه بقى؟ أول يوليو ده شهر سبعة واحد يوليو شهر سبعة نعد كده مع بعض راجل رحمة أجر شقة مفروشة من أول شهر سبعة إحنا عايزين نحسي بالضريبة بتاعته أو الإرادة الخاضع لحد شهر 12 عدوا معايا كده سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر يبقى المدة بتاعت اللي قاعدها خلال السنة هي عبارة عن ستة شهور يبقى إحنا جبنا ستة دي منين؟ جبناها من أول ما قال لي في التمرين بدأ أول يوليو طب لو قال لي بدأ أول سبتمبر سبتمبر ده شهر تسعة يبقى تسعة عشرة حداشر اتناشر يبقى المدة أربع شهور كده عرفنا أن العدد الشهور مش إيه مش لازم يكون اتناشر شهر ممكن ييجي حسب ما بتبدأ التمرين حضرتك طيب يعني إحنا دلوقتي أول يوليو يعني بيتكلم دلوقتي في كام؟ من أول يوليو يعني ستة شهور هتطلع تلاتين ألف إذن إرادات السر والعقارية الخاضع للضريبة سبعة وعشرين ألف زائد تلاتين ألف هتدينا سبعة وخمسين ألف طيب بكده السؤال الأول بتاع ضريبة السر والعقارية هو بسيط جدا سؤال سهل خطوات حله بسيطة جدا الأفكار كلها يعني متقربة وسهلة هنعرف نحسبها إرادة الخاضع بسهور القيمة الإيجارية في عدد التوابق في الشهور في خمسين عالمية مش صعبة بالنسبة لي وسؤال تبدأ تحله مش هياخد منك وقت في الامتحان طبعا مع التدريب على كتاب المدرسة ونمازج الامتحانات السابقة هتلاقي نفسك السؤال بالنسبة لك سهل جدا هندخل إن شاء الله دلوقتي تاني على موضوع جديد وهو الموضوع الخامس معنا وهو ضريبة القيمة المضافة طيب ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مستحدثة قريبا يعني من سنتين ثلاثة وبدأ وبدأت تطبق في الدولة على السلع من المنبع يعني إيه؟ يعني من ساعة ما السلع تنتج في مصنع حتى تصل لتاجر جملة ثم تاجر تجزئة ثم مستهلك نهائي تفرد عليها في البداية ضريبة اسمها ضريبة القيمة المضافة والسؤال ده سؤال مهم جدا والسؤال قبل الأخير في الجزء بتاع المحاسبة محاسبة الضرائب وأنا قلت لكم راجعوا معايا الأسئلة الهامة في المنهج أولا ضريبة المرتبات ضريبة النشاط التجاري والصناعي ضريبة المهن الحرة النشاط غير التجاري وضريبة إيرادات السر والعقرية وخمسا ضريبة القيمة المضافة تعالوا مع بعض نشوف يعني إيه مفهوم كلمة ضريبة القيمة المضافة وبتتحسب إزاي والتمرين شكله بيجي إزاي عشان نبدأ نحل مع بعض ونبدأ الأول مع التمرين اللي هو الضريبة على القيمة المضافة مفهوم ضريبة القيمة المضافة يقصد بها هي الضريبة السابق تحملها على السلع الوسيطة الداخلة في إنتاج سلع خضعة للضريبة هي الضريبة السابق تحملها على السلع الوسيطة يعني إيه بقى سلع وسيطة يعني أنت السلعة عندك بتمر بكذا مرحلة ببدأ الأول بمنتج السلعة منتج السلعة بيخلص سلعته أو بيجهزها يبدأ يباعها لتاجر جملة تاجر جملة يباعها لتاجر تجزئة وبتوصل لنا في الآخر لمين؟ للمستهلك في الأساس من يدفع قيمة هذه الضريبة هو المستهلك يعني مثلا عندي سلعة 800 جنيه في المصنع انتاجها هو بيحسب مثلا من نفترض مثلا ضريبة عليها مثلا 140 جنيه 150 جنيه تحسب من ضمن القيمة الحقيقية للسلعة ثم تباع بالمكسب أو الربح اللي بيحققوا المنتج بيضاف إليها القيمة المضافة أو الضريبة بتاعتنا حتى تصل إلى المستهلك النهائي أهداف الضريبة على القيمة المضافة من أهدافها؟ وده جزء نظري تحقيق العدالة الاجتماعية حصول الحكومة على موارد مالية حقيقية بنزود مواردنا في الدولة الحد من الاستهلاك وتشجيع للدخارة لاستثمار تنشيط وتشجيع الصناعات الوطنية طيب ملاحظة مهمة جدا الضريبة على القيمة المضافة بتساوي قيمة المخرجات للمرحلة ناقص قيمة المدخلات لتلك المرحلة المخرجات اللي هي المبيعات بتاعتي والمدخلات هي المشتريات تعالوا مع بعض نتشوف كده التمرين رقم 3 وهو خاص بضريبة القيمة المضافة شكل التمرين ده قرر في امتحانات سابقة نبدأ نقرأ مع بعض ونحاول نحل التمرين سلعة ما تحتاج لانتاجها لمواد خام تكلفتها 4000 جنيه ويقوم منتج السلعة ببيعها لتاجر الجملة بمبلغ 6000 ويقوم تاجر الجملة ببيعها لتاجر التجزئة بمبلغ 7200 ويقوم تاجر التجزئة ببيعها للمسالك النهائي بمبلغ 8000 وبفرض أن سعر الضريبة 14% المطلوب حساب الضريبة المستحقة على السلعة باستخدام فرض الضريبة على مقدار الزيادة وباستخدام فرض الضريبة على سمن السلعة يبقى احنا عندنا طريقتين دلوقتي في حساب الضريبة اما باستخدام فرض الضريبة على مقدار السلعة او باستخدام الضريبة على سمن السلعة ليها طريقتين وطبعا هنشوف كل طريقة بتتحلي بها ازاي يبقى عزائي الطلبة دلوقتي لازم تركزوا في موضوع الضريبة على القيمة المضافة وتركزوا قوي على الأربع أشخاص أو بتمر السلعة بكم برحلة المرحلة الأولى بيبقى هو المنتج هو منتج السلعة ثم تباع إلى تاجر جملة ثم تباع إلى تاجر تجزئة وفي النهاية تصل إلى المستهلك النهاي إحنا عندنا أربع مراحل في السلعة قلهم تاني واحد منتج اتنين تاجر جملة ثلاثة تاجر تجزئة أربعة مستهلك نهاي لحظوا الأرقام لكزوا كل مرحلة لها رقم حتى نصل إلى حل التمرين بدأنا بستة لاف أو باربع تلاف وبعد الأربع تلاف ستة لاف ثم سبعة تلاف ومتين ثم تمن تلاف هنشوف دلوقتي إزاي تمن نركزه في الأرقام منتج تاجر جملة تاجر تجزئة مستهلك والمبالغ كالتالي أربعة تلاف ثم ستة لاف ثم سبعة متين ثم تمن تلاف شوفوا طريقة الحل نبدأ نحلها ازاي ونتعامل مع التمرين ازاي الحل أولا في طريقتين أول طريقة باستخدام فرض الضريبة على مقدار الزيادة فقط زي ما انتوا شايفين منتج أربع تلاف تاجر جملة ستة تاجر تجزئة سبعة متين مستهلك نهائي ثمان بعد كده بنقول ركزوا بقى شوية في الأرقام جات ازاي وطريقة الحل الزيادة طريقة الحل تعتمد احنا دلوقتي بنحل على الطريقة الأولى على مقدار الزيادة فقط فيه في الامتحان ما بيجيب ليش الطريقتين بيجيب طريقة واحدة فقط اما الطريقة الأولى مقدار الزيادة فقط أو على اجمال سمن السلعة طيب هنيجي على اليمين كده نقول منتج تاجر جملة تاجر تجزئة مستهلك والجملة أو الإجمال المنتج الرقم بتاعه تحتيه أربع تلاف بنضرابه في نسبة سبتة أربعتاشر في المية انا عاملها بلون مختلف هتلاقيها خمسمائة وستين يبقى المنتج الرقم بتاعه أربع تلاف بروح ضربه في أربعتاشر على مية هيديني خمسمائة وستين ثم بعد كده تاجر الجملة تعالوا بقى لكيزه طالما هو حدد في التمرين على مقدار الزيادة فقط انا بحلوله التمرين بالطريقة دي الرقم ده ستة تلاف هطرح منه أربع تلاف اللي هم قبل كده يبقى ستة تلاف اللي معايا أطرح منهم الأربع تلاف هيديني مبلغ اللي هو ألفين يبقى بنترح إجمالي سمن من إجمالي السمن السابق يعني السلعة بأربع تلاف باعتال تاجر جملة بستة فانا باخد الفرق ما بينهم واحسب عليه الضريبة بروح طارح الستة لاف ناقص الأربع تلاف هيديني مبلغ وقدره ألفين أضربه في أربعتاشر على مية تسألوني طبعا أربعتاشر في المية دي طبعا أكيد سبتة الاربعتاشر في المية ما بتتغيرش من تمرين بالأخص في استخدام ضريبة مقدار الزيادة أو الطريقة التانية في ضريبة القيمة المضافة معدلة إلى أربعتاشر في المية الاربعتاشر في المية دي سبت تعالوا على التاجر التجزئة رقم تلاتة بيدفع تاجر التجزئة سبع تلاف ومتين تمام الرقم اللي قابليه لتاجر الجملة كام؟ ستة لاف هنترح السبع تلاف ومتين ناقص الستة لاف هيديني ألف ومتين أضربها في أربعتاشر على مية هيديني مية تمانية وستين المستهلك النهائي آخر رقم تمن تلاف ناقص سبع تلاف ومتين الناتج هيكون تمنمية فبدربها في أربعتاشر على مية هتديني مية واثناشر ثم الجملة بجمع الأرقام اللي أنا عمل لها لون مختلفة هي خمسمية وستين ميتين وتمانين مية تمانية وستين مية واثناشر هيديني الإجمالي ألف مية وعشرين تاني مع بعض في الحالة الأولى مقدار الزيادة فقط بطرح أو رقم أربعتلاف تدري في أربعتاشر على مية ده المنتج لأن ما فيش قبل المنتج رقم أو جزء تاني أنا صرفت حاجة على السلعة هو المنتج صرف على السلعة أربعتلاف يبقى أربعتلاف فاربعتاشر على مية ومية وستين تجرب جملة بطرح الرقم اللي قبله ستلاف من أربعتلاف اتبقى لألفين هضربهم فاربعتاشر على مية ثم تجرب تجزئة سبعة تلاف ومتين ناقص ستلاف فاربعتاشر عالمية ثم المستهلك تامن تلاف ناقص سبعة تلاف ومتين هيديني تنمية أضربهم في أربعتاشر عالمية وجمع الأرقام كلها دي الحالة الأولى اللي هي على مقدار الزيادة فقط الطريقة التانية باستخدام فرض الضريبة على سمن السلعة في كل مرحلة فارب ما بين الطريقتين يعني بسيط اللي فاتت أو الطريقة الأولى مقدار الزيادة فقط كنا بنترح إجمال الرقم زي ما أنتوا شايفين برضو إجمال الرقم ده بتاعتجر الجملة من المنتج وتجر التجزئة من تجر الجملة والمستهلك من تجر التجزئة كل رقم إجمالي من سمن السلعة بيترح من رقم من قبله الطريقة دي مختلفة شوية هنبدأ مع بعض بالمنتج المنتج أربعة تلاف فاربعة تاشر عالمية بخمسمائة وستين تجر الجملة قيمة السلعة ستة تلاف جنيه بنضربها مباشرة فاربعة تاشر عالمية يعني المرة الطريقة الأولى كنا بنترح ستة تلاف من أربعة تلاف لا المرة دي مش هنترح هنقول المبلغ كله ستة تلاف فاربعة تاشر عالمية تلعب بالتونمائة واربعين خطوة تانية تخصم الضريبة بنخصم الضريبة بتاع تاجر الجملة على ضريبة المنتج شايفيني رقمين تمنمائة واربعين ناقص خمسمائة وستين هتديني الضريبة اللي أنا عايزها لتاجر الجملة اللي هي ماتين وثمانين تاجر التجزئة عنده رقمه سبعة تلاف ومتين فاربعة عشر في المية هتطلع ألف وثمانية هل يمسك الألف وثمانية دي نترحى من ضريبة تاجر الجملة اللي هو رقم الأولاني ده بتاع تاجر الجملة رقم اثنين تمنمائة واربعين هيطلع لي 168 المستهلك اللي هو النهائي 8000 مباشرة في 14% هتطلع 1120 برضو نفس الحكاية هطرح ضريبة المستهلك من ضريبة تاجر التجزئة يعني 1120 ناقص 1008 هتديني 112 وفي الآخر هجمع اللي هي الضرائب كلها لكل مرحلة من مراحل انتاج السلعة منتج 560 تاجر جملة 280 تاجر تجزئة 168 بعد كده المستهلك 112 هيديني الإجمالي 1120 طيب دي الطريقتين كده أعزائي طالب الطالبات شعبة إدارة محاسبة الضرائب تركزوا في الامتحان إما يجيب لي حلقة أولانية اللي هي على مقدار الزيادة فقط أو على سمن السلعة وتحاولوا تطبقوا زي ما قلت في أول الحلقة نحل تمرين كتير المحاسبة محتاجة أن احنا نبدأ نحل كتير عشان تثبت المعلومة في دماغ احنا دلوقتي خدنا أول جزء من ضريبة القيمة المضافة في جزء تاني اسمه ملخص إعداد الضريبة وده لي شكلين برضو نفس الكلام هنبدأ نحلهم وإن شاء الله بإذن الله تحاولوا تكتبوا ورايا وتحاولوا تحلوا شوية أو تكتروا كده من المذاكرة اليومين دول عشان خلاص إن شاء الله للمتحانات على الأبواب فلازم المحاسبة زي ما اتفقنا من أول حلقة معاكم محتاجة طالب أو طالبة تكتب باستمرار عشان خاطر تثبت المعلومة وتعرف تحله يعني هي المحاسبة محتاجة أن أنا أكرر وحل وابدأ أفهم وإن شاء الله معاكم في قناة مصر التعليمية إن شاء الله بنكون عاوني لكم وأي استفسارات على القناة إحنا إن شاء الله بنوفي كل أجزاء المنهج عشان خاطر تبدأوا تحلوا طيب حاجة تانية إحنا خدنا دلوقتي ضريبة القيمة المضافة الحالة الأولانية وخدنا الطريقتين بتاعهم تعالوا دلوقتي نشوف الجزء الثاني من ضريبة القيمة المضافة وهو ما يسمى بملخص إعداد الضريبة طيب نشوف الأول المقصود بكلمة ملخص إعداد الضريبة التمرين بتاعنا تمرين رقم 4 شكله بيجي إزاي والتمرين يتحل إزاي فيما يلي البيانات الوردة بدفاتر لأحد المنتجين والمسجل لدى مصلحة الضرائب عن إبريل بلغت جملة المبيعات خلال الشهر 900 ألف جنيه عن سلعة خاضعة للضريبة بسعر 14% للسلع ألف وبه وجيم يبقى التمرين الأول كذا سلعة 3 سلع ألف وبه وجيم وبلغت مرضوضات المبيعات في نفس الشهر 100 ألف طيب إيب إحنا عندنا دلوقت المبيعات كلها 900 والمرضوضات 100 ألف بلغت جملة المشتريات المدخلات 250 ألف بيانتها كالتالي 65 ألف استخدمت في إنتاج السلعة ألف من بائع غير مسجل منها 15 75 ألف استخدمت في إنتاج السلعة به علما بأنها معفاة من الضريبة 110 ألف استخدمت في إنتاج السلع أجيم مشترى من بائع مسجل ومنها 45 ألف من غير فواتير طبعا هو طالب مني إعداد ملخص الضريبة المستحقة خلال شهر إبريل عايزكم تركزوا قوي مبيعات مرضوضات مبيعات ومشتريات هو ده تمرين مبيعات أولا ثم مرضوضات المبيعات المبيعات بـ 900 ألف مرضوضات المبيعات 100 ألف ثم المشتريات 250 ألف مقسمة إلى سلاسة سلع سلع ألف سلع به سلع جيم تعالوا نشوف طريقة الحل إزاي والجدول بيترسم إزاي وبنبدأ نحل فيها تركزوا على الأرقام الحل بتاعنا أولا ملخص إعداد الضريبة بنعمل جدول مكون من سلاس خنات خانة البيان خانة القيمة والخانة التالتة اللي هي خانة الضريبة يبقى القول تاني بيان قيمة ضريبة أولا المخرجات أول حاجة هتعملوها هتكتبوا إجمال المبيعات اللي هي الضريبة بتساوي 900 ألف في 14 على 100 بـ 126 ألف مش إحنا قلنا في التمرين إن المبيعات طلعت 900 ألف وقلنا الضريبة في القيمة المضافة رقم سابب بتبقى 14 في المية لحظة 900 دول حطناهم في خانة القيمة يعني 900 ألف دول في خانة القيمة بعد ما ضربتها في 14 على 100 طلعت 126 ألف حطيتها في خانة الضريبة يبقى إحنا رقمين اللي عندنا أولا المبيعات زي ما قلت لكم طلعت 900 ألف تضربها في 14 على 100 يديني 126 ألف يبقى 900 في القيمة والـ 126 ألف في خانة الضريبة ثم رقم 2 قال لي إذا علمت أن مرضوضات المبيعات تبلغ 100 ألف نفس الكلام هضرب 100 ألف في 14 على 100 تطلع بـ 14 ألف أخذ 100 ألف في خانة القيمة والـ 14 ألف في خانة الضريبة طيب أحسب صف المبيعات إزاي والضريبة المستحقة هطرح إجمالي المبيعات من مرضوضات المبيعات أي حاجة تلاقيونا حطيناها إن شاء الله بينقصين دي للطرحة على طول يعني 900 ألف ناقص 100 ألف هدو يطلع 800 والـ 126 ألف ناقص 14 هتطلع 112 يبقى أنا تاني خطوة الأولى أو أنا المخرجات لها المبيعات طبعاً أنت بتخرج سلعة أو منتج خرج من عندك من شركة أو المنشأة تبقى مبيعات يبقى أنت بعت إيه؟ بعت بـ 900 ألف أدي 900 ألف الأولى 2 فـ 14 على مية سابتة تديني 126 زي ما اتفقنا 900 دولة تحط في خانة القيمة والضريبة في الخانة الثانية اللي هي 126 ألف الضريبة بتاعتنا ثم مرضوضات المبيعات اللي هي عندي 100 ألف في 14 في المية هتساوي 14 ألف هنحط المية ألف هنا والـ 14 هنا هيطلع النواتج أم مطرح 900 من المية يدينا 800 والـ 126 ألف من المية 14 هتديني 112 ودين نرمز لها برمزة ألف بس عشان نحتاج الرقم ده تاني سنين المتخلات وركزوا في المتخلات دي قوي تنقسم المتخلات إلى متخلات قابلة للخصم وغير قابلة للخصم تاني قابلة للخصم وغير قابلة للخصم أرجع تاني بشريحة لقبل كده وركزوا معايا في إيه القابل للخصم وإيه القابل أو الغير قابل للخصم القابل للخصم بتبقى الضريبة بتاعتها 14 في المية أما الغير قابل للخصم فتبقى ضريبته 0 في المية أي حاجة غير مسجلة طبعاً ما بحسب لهاش إيه ضريبة طيب لو إحنا قلنا دلوقتي على التمرين تمرين بتاعنا قلنا أول حاجة السلع ألف عندي موجودة بمبلغ 65 ألف منها 15 من بائع غير مسجد بصوا بقى تاني معايا هو السلع عندي قلتلك أنا حاول بحاول كده قرارلك التمرين أهو السلع ألف 65 ألف منها 15 من بائع غير مسجل ركزوا في الأرقام شوفوا في الأرقام رايحة فين الخمستاشر دول اللي من بائع غير مسجل توضع في الغير قابلة للخصم شايفين أنا كاتب إيه؟ سلع ألف بائع غير مسجل كتبته 15 طب هما كلهم السلع ألف 65 ألف شيني منها 15 يتبقى البائي اسمه من بائع مسجل خمسين ألف يبقى إحنا عندنا دلوقتي الخمسة وستين شايفين السهم الفائق رايح فين؟ الخمسين ألف دول أضربهم في 14 على ماية هتطلع سبع تلاف أما اللي هو من بائع غير مسجل اللي هما الخمستاشر فما بضربهمش في إيه؟ بضربهم في صفر في المائة فما لهمش ضريبة باخد قدامها شرط تاني عشان ما تتوش في دي معايا السلع ألف 65 ألف هو قال لي في التمرين منها منها خمستاشر ألف من بائع غير مسجل يعني هما كلهم خمسة وستين خدت من بائع غير مسجل خمستاشر يتبقى لي كم بقى؟ ها أنا سامح حد بيقول معايا هو هيتبقى خمسة وستين ناقص خمستاشر يديني خمسين طيب تدراب الخمسين دي في 14 على ماية ديكي سبعة السلع به قال لي في التمرين السلع به كلها معفا من الضريبة وهي خمسة وسبعين ألف معفا من الضريبة بالبديل كده يعني مش هتخضع لضريبة فالضريبة بتاعتها سفر تكتبه قدامها شرط طيب أما السلع جيم السلع جيم 110 منها 45 ألف بدون فواتير فاجي عند الغير قابلة للخص أحط في السلع جيم بدون فواتير 45 طيب ما هي يا مصر كلها سلع جيم 110 خدت منها 45 ألف بدون فواتير هيتبقى لي البائع المسجل 65 لما أطرح 110 ناقص الخمسة واربعين اللي هي بدون فواتير هيتبقى لي إيه 65 ألف اللي هم 9000 مراجعة بسيطة على الجزء ده المدخلات قابلة للخصم بنسبة ضريبة 14% وغير قابلة للخصم اللي هي بنسبة كام زي ما قلنا 0% طيب أنت بتقسم تمرينك لجزئين يعني أنت تمسك سلعة سلعة أولا السلعة ألف طلع علي ب65 ألف خدت منها من بايع غير مسجل 15 هيتبقى كم من بايع مسجل 50 طيب والسلعة به كلها معفاة من الضريبة أما السلعة جيم فتحطي طبعا مع إيه مع الغير قابلة للخصم أما السلعة جيم 110 خدت منها 45 بدون فواتير تيجي عندي بدون فواتير دي عندي غير قابلة للخصم تتب سلعة جيم بدون فواتير الـ 45 وتيجي عندي سلعة جيم فوق في القابلة للخصم تطرح 110 رقم اللي هو جايبولك في التمرين ناقص الـ 45 هيتبقى لك 65 بجمع كل المشتريات سواء قابلة للخصم وغير قابلة للخصم تلعب بـ 250 ألف طيب ونيجي في خانة الضريبة هنلاقي رقمين 7000 و 9000 ومية فهجمعهم هيطلعوا 16 ألف ومية وديها رمز به نحسب الضريبة واجبة السداد ازاي؟ نطرح الـ 112 ألف الضريبة صف المبيعات ناقص إجمال المشتريات والضريبة عن المدخلات 112 اللي هي ألف فوقه ناقص 16 ومية اللي هي به تحت الداني 95900 ده الشكل الأول من منخص إعداد الضريبة طيب ركزوا معي دلوقتي في الجزء الثاني أصعب شوية بس محتاج تركيز من نقر إحنا قلنا بيطلب كده مني في الامتحان ملخص إعداد الضريبة طيب إحنا شرحنا التمرين الأول على ملخص إعداد الضريبة وبعرفه طيب حد بيقول يا ميستر طيب أنا أعرف إزاي أنت بتقول ليه شكلين ونفس الحل بس التمرين ده أحل بالطريقة دي إزاي والطريقة دي إزاي هو الفرق ما بين التمرينين عندنا في المنهج بتاعنا بتاع محاسبة الضريبة في ضريبة القيمة المضافة هي كلمة إن الضريبة على سلع ألف وبه وجيم بيحدد لي أكثر من سلع في اللي أنا حلته دلوقتي قال لي سلع ألف سلع به سلع جيم وقال لي مبيعاته مرضوضات مبيعات في التمرين إحنا نشوفه دلوقتي مختلفة الصيغة شوي يعني ما بينلاقيش شكل التمرين زي التمرين أنا حلته ده إنما طريقة الحال بتبقى واحدة بس بتتعالج بطريقة تانية يعني لو في خصم تجاري بتعمل إزاي لو في خصم نقدي إيه اللي هنعمله فيه طيب دي مبيعات ومرضوات مبيعات وهل هو جبهالي كده برقم ثابت ولا وحدات وضربها في السعر طيب إحنا خدنا دلوقتي ملخص إعداد الضريبة والشكل الأول تعالوا مع بعض دلوقتي نشوف إيه شكل التاني بتاع ملخص إعداد الضريبة تمريني التاني بيقول لي منتج صناعي مسجل لدى مصلحة الضرائب كانت بياناته على النحو التالي خلال شهر أكتوبر بلغت الوحدات المنتجة خلال الشهر عشر تلاف وحدة بيع منها ست تلاف وحدة بسعر مية جنيه للوحدة وبخصم تجاري عشرة في المية وخصم نقدي اتنين في المية إذا تم السادات خلال شهر بينما صدرت الخارج تلات تلاف وحدة بسعر 300 جنيه للوحدة كان قد ورد بإقرار شهر مارس مبيعات محلية تلات تلاف وحدة بسعر مية وعشرين للوحدة وبخصم تجاري 5% رد منها خلال الشهر 500 وحدة لعدم صلاحياتها تم خلال الشهر اشراء مواد خام من السوق المحلي بمبلغ 200 ألف جنيه منها 40 ألف من تاجر غير مسجل ومنها 60 ألف من غير فواتير طيب عايزكم تركزوا شوية إن التمرين ده مختلف عن اللي فات شوية اللي فات كنت بقولك إجمال المبيعات وبجيب لك رقم سابت في التمرين ده انتو عشان خطر تركزوا في التمرين اللي فات قلت إجمالي مبيعات كسر وحددت لك رقم برقم سابت التمرين التاني إحنا بنجيب لك عدد وحدات وإنت بتضربها في سعر الوحدة عشان يديك إيه المبلغ أو إجمال المبيعات الإيه السبت بالإضافة أن التمرين ده التاني اللي إحنا بنشرحه دلوقتي جايب لك خصم تجاري وخصم ناقدي التمرين اللي فات ما كانش فيه خصم تجاري وخصم ناقدي يبقى اللي قاعد قدامنا دلوقتي متطلبة وعايز يذاكر ويدركز هيشوف الفرق ما بيني اتنين عشان ما حلش بالطريقة الأولانية على شكل التمرين ده أو أنا أعرف إنه لي شكل واحد بس هم شكلين تعالوا كده نشوف التمرين نبدأ نحل فيه إزاي منتج صناعي قلنا بلغت الوحدات المنتجة عشر تلاف وحدة اللي اتباع منها كام ستة وإحنا يهمنا اللي اتباع ما يهمناش المنتج بسعر مية جنيه وبخصم تجاري عشر في المية وخصم ناقدي اتنين في المية إذا تم السداد خلال شهر بينما صدرها للخارج تلت تلاف وحدة بسعر ميتين جنيه للوحدة طيب نكامل بقى التمرين نشوفه كده التمرين يتحل إزاي أولا طريقة الحل بتاعتنا ثم ملخص إعداد الضريبة وبعد كده الجدول بتاعنا نفس الجدول هو هو لا يوجد تغيير إلا الحاجات اللي احنا نقولها دلوقتي في النصف أو في حل التمرين الطريقة تحله بتبقى إزاي إحنا بنعمل ثلاث خنات بيان قيمة الضريبة ركزوا معايا في الأرقام اللي هقولها دي ومن التمرين إحنا قلنا هنفتكر الأرقام اللي جايبها لنا بيقول لي مبيعات محلية المبيعات المحلية بسعر 14% قال للراجل أنتج 10 تلاف وحدة باع منهم 6 وسعر الوحدة 100 جنيه هيديني 600 ركزوا تاني المبيعات المحلية 6 تلاف وحدة اللي باعهم هم كانوا عشرة ما ليش داعوا بالعشرة تلاف المنتجة ليا بالوحدات المباعة 6 تلاف وحدة والوحدة ب100 جنيه يديني 600 ألف جنيه فيه خصم تجاري 10% وخصم نقدي 2% أولا معلومة ليك الخصم التجاري بحسبه عادي أما النقدي يهمل ولكن شايف في التمرين يعني ما تحسبش على الخصم النقدي اتعامل مع الخصم التجاري خصم التجاري بقى بيساوي ايه؟ ال600 ألف اللي أنا لسا مطلعها هاي اللي هو المبيعات المحلية في النسبة 10% فهتديني 60 ألف طيب بصوا ال600 ألف دول 8 المبيعات وخدنا خصم عليها 60 ألف بطرح الرقمين من بعض بطرح ال600 ألف مقص ال60 ألف هيديني قيمة 540 ألف هيديني قيمة 540 ألف نمسك ال540 ألف دي نضربها في 14 على 100 هتديني 75 ألف و600 يبقى تاني إحنا دلوقتي عشان نركز هنمسك المبلغ اللي موجود معانا 600 ألف أو 60 ألف فعشة في المية هيديني 600 أمسك ال600 ألف تاني أضربها فعشة في المية أديني 60 ألف أي أن كان الرقم أطراحه من الأصل المبلغ اللي هو المنتجات المبيعات أو المبيعات المحلية 600 ألف نقص 60 هيديني 540 تدربه في نسبة كم سابتة زي ما قولنا 14 في المية هيديني 75 ألف و600 مبيعات صدرة الخارج تشجيعا على التصدير قال لنا المشرع أن مبيعات التصدير لا تخضع إلى الضريبة يعني ما بنحسب لهاش ضريبة مش ندفع لها ضريبة للدولة عايزين نصدر ونشجع المنتجين أن هما يصدروا بره البلاد فطبعا إيه بنعفيها من الضريبة هو راجل صدر باع 3000 وحدة في سعر 200 جنيه هتطلع ب600 ألف وهي لا تخضع للضريبة بسفر نيجي عن دخانة القيمة نجمع رقمين مع بعض هيديني مليون 140 ألف ونجمع الضريبة موجود رقم واحد بـ 95600 ثم نيجي المرضوضات المبيعات قال لي إيه في مرضوضات المبيعات هرجع لكم تاني كده على التمرين عشان خاطر تعرفوه بيقول لي كان قد ورد رد كان قد ورد بقرار شهر مارس مبيعات محلية 3000 وحدة بسعر 120 وبخاص من تجاري 5% رد منها 500 وحدة ركزوا كده على كم وحدة تردد 500 وبسعر الوحدة كم 120 طبعا عشان نحلها هنرجع للتمرين نتاني هو هنقول له الـ 500 وحدة في 120 جنيه اللي هي تردد طلعت بـ 60 ألف طلعت لي كام ألف بـ 60 في خاص من تجاري 5% لحظوا خاص من تجاري هو اللي بيحدده في الأول جابوا لي 10% وبعد كده جاب لي كام 5% يبقى 60 ألف في 5 على مية هتديني 300 أو 3000 آسف ثم أطرح الـ 60 ألف نقص الثلاث هتطلع 57 وكالعادة ندرب 57 في نسبة كان بقى يا جماعة 14 في المية هتطلع 7980 ليجي نجيب له صاف المبيعات الضربية المستحقة إزاي أول حاجة هنروح نطرح مية واربعة أو مليون مية واربين ألف نقص 57 ألف 57 ألف دول هيديني 100 أو مليون 83 ألف ونطرح 75600 نقص 700 أو 7980 هيتبقى لي 67 730 طيب ثانيا المدخلات أو المشتريات القابلة للخصم طيب في قابلة للخصم وفي غير قابلة للخصم القابلة للخصم جاي معايا قال لي المبيعات والمشتريات كلها بـ 200 ألف منها ركزوا شوية منتاجر غير مسجل لا تخضع بـ 40 ألف هو قال لي كده منتاجر غير مسجل بـ 40 ألف وقال لي مشتريات بدون فواتير بـ 60 ألف طيب ما نجمع الـ 40 والـ 60 ونترحهم من الـ 40 هيتبقى لي 100 من تاجر مسجل أو من باقع مسجل طيب يبقى 200 دول طرحت منهم 40 وطرحت منهم 60 اتبقى لي 100 طبعا بضرب 100 فـ 14% تضع بـ 14 ألف ثم الغير قابلة للخصم ده تخضع للضريبة اللي هي 40 و60 إداني مبلغ 200 ألف المجموع ثم الـ 14 ألف هنطلع طبعا فوق شوية عند صف المبيعات 67 620 والتانية 5300 أو 53 630 دي الباقي اللي هو طبعا طلع بـ 14 ألف هناخد بقى رقم اللي فوق ده 67 630 أو 20 ناقص 14 ألف هيطلع الناتج 53 620 طيب عايز بس كده لو حاجة واحدة في الضريبة قال لي يعفى من الضريبة أقصاد تأمين الصحي طيب تأمين الصحي على الحياة لم يقول صحيح زوجته وأولاده بشرط قال لي يزيد جملة ما يعفى من 15 ومن صف الضريبة 833 و 12 طيب أعزائي طلبة وطالبات الدبلوم التجاري شعبة أدارة كنت معكم النهاردة وشرحنا ضريبة القيمة المضافة وضريبة إرادات السروة العقارية وطبعا لازم تركزوا شوية فيهم وخدنا تمرين بأشكال مختلفة على الضريبتين عشان خاطر تبدأ تمرن نفسك كزي ما قلت بأول الحلقة تحاول تذاكر تشد حيلك وتحاول ربنا يا كريمك كده خلاص انتحانات على الأبواب ونرجو أي استفسار أو أي حاجة خاصة بقناة مصر التعليمية خاصة بمادة محاسب الضريب إحنا تحت أمركم وإن شاء الله نكون معاكم دايما وتمانيات لكم بالنجاح والتفوق كان معكم أستاذ محسن الشريف معلم محاسبة ربنا أويكم ترجمة نانسي قنقر